هيافوز كبير ومهم في بداية الدوري لكن زي ما تعلمنا في الأهلي بنقفل الصفحة ونركز في اللي جاي والأهلي هيبدأ استعداداته لمواجهة سانت جورج الأثيوبي في دور الـ 32 لدوري أبطاء الأفريقيا زي ما حضراتكم عارفين هو يوم الحد الجاي المطش مش عايز أخفل كمان دور الجهاز الإداري كله بقيادة الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي اللي بزل مجهود كبير جدا لإقناع الفريق الأثيوبي بخود مباراة الإياب كمان في القاهرة لإن ملعبهم غير معتمد من الكاف زي ما حضراتكم عرفته يعني ودي خطوة مهمة لإنك مضغوط طول الموسم في صفر رايح جاي من دولة لدولة بسبب الارتباطات المختلفة والبطولات المختلفة اللي هيلعب بها الأهلي وبالتالي خطوة زي دي بترفع الضغط عن الأهلي شوية وبمناسبة الضغوط دي كمان عايز أتكلم في لقطة مهمة أول دايما بتلاقي حملات من السوشيال ميديا بتستهدف لعيب النادي الأهلي خصوصا الجداد أو الموارين أو اللي عندهم موقف أو حاجة مع جمهور يعني معين وقولك أصدقان فلان كان سهران ولا فلان كان على البحر يا جماعة ما ده طبيعي اللعب لما بيأخذ راحة صلبية من حقه يسافر ومن حقه يروح البحر ومن حقه يبقى في المكان مع أصحابه لكن بعض الناس اللي مش بتحب النادي الأهلي بتحاول تصدر المشاكل اللي لعيبة بتاخد صور قديمة بقى في أوقات أجازتهم وأوقات هما كانوا فيها بشكل الطبيعي بتاعهم حياتهم الطبيعية وينشروها في وقت المباريات عشان تعمل حالة من البلبلة وصارت الجداد لكن جمهور الأهلي واعي جدا ومستحيل يقع في حاجات زي دي أنا يعني بس النقطة دي مهمة جدا لأن كل واحد حر أنه راحته السلبية الوقت اللي هو أجازة فيه طالما ما فيش أي شبهة لي أو ما فيش أي حاجة بيعملها غلط هو حر هو من حقه أنه يبقى مرتاح شوية مع أصحابه شوية خارج أي حاجة هو حر فيها يعني مش هتضغطه كمان وقت الأجازة يعني وتيجي تطلع صورة بقى وقت المرتشاط تقول لك هس هو ده دلوقتي في الحتة الفرنية غلط غلط مش عيقي النادي الأهلي متابع العيبته كويس جدا النادي الأهلي عامل سيستم للعيبته كويس جدا فيه نظام غذائي ونظام نوم زي نظام التدريب بالزبط فكل ده بيتابع جوه النادي الأهلي مش عايز أنسى كمان نقطة مهمة جدا كان فيه اجتماع مهم جدا في النادي الأهلي بين كابتن خالب بيبو وكابتن وليد سليمان والكابتن أحمد ناجي ومستر ميشيلي أنا كون مدرب حراس المرمى اجتماع كان ليه أبعاد كتير جدا تعاون يعني يمكن كابتن خالب بيبو وجوده في قطاع الناشئين قبل كده مأثر بشكل كبير جدا وهو مدير كورة في الفريق الأول لأنه عارف القطاع ماشي إزاي عارف الناس اللي في القطاع شغالين إزاي فبالتالي استعان بالناس دي يبقى فيه تعاون دايم بينهم فيه فرص كمان للمجموعة بتاعت اللعيبة بتاعت الناشئين كلها كل الفرق ودولها هيتشافوا مش بس مبالح مبالح كان فيه تأسيمة بين الفريق الأول وبين قطاع الناشئين ومستر مارسة كورة بقى متابع بشكل كويس جدا كل الأمور اللي بتجري في القطاع هو متابعهم من زمان الراجل من زمان وهو بيبص على ناس يمكن بيحضر مرشات قطاع الناشئين معظمها كل ما هو الوقت اللي هو فاضي فيه بيروح يحضر مرشات قطاع الناشئين لكن أرجع وقول لك وجود كابتن خالب بيبو وهو جاي من قطاع الناشئين مديرا لقطاع الناشئين وبيترقص مديرا للكورة جهاز الكورة في النادي أهلي ده مهم جدا لأنه عارف تفاصيل كتير جدا أكيد شرحها المارس الكورة وفي نفس الوقت كابتن أحمد ناجي وجوده مع مستر ميشيلي أنا كن الاتنين بينهم تعاون كبير جدا في حتة حراس المارمى دي بالذات يعني فبالتالي الأمور دي كلها في الآخر المصلحة للنادي الأهلي لفرق النادي الأهلي كلها في الكورة والناس دي هيبقى فيه بينهم تعاون كالعادة يعني كعادة النادي الأهلي خلي بالكم على مدار تاريخ النادي الأهلي دايما بيبقى فيه ارتباط بين قطاع الناشئين والفريق الأول ده العادي بتاع النادي الأهلي مش دلوقتي بس لكن كابتن خالب بيبو عشان طالع من قطاع الناشئين فهو عارف أبعاد الأمور دي كلها في قطاع الناشئين أنا عجبني جدا هنوء كابتن خالب بيبو جماعة أنا عجبني جدا الطريقة اللي بيتعامل بيها يمكن طريقة موديل الكرة في النادي الأهلي على مدارة تاريخ مختلفة كل شخص ليه طريقته ليه يعني كابتن سالة بحفيز كان ليه طريقته كابتن طرق سليم كان ليه طريقته راجل ما كانش بيقوم من الدكة وهادي وما حدش سمع الصوت كابتن طرق سليم كان ما بيطلعش بانترفيوهات حد لكنه كان حازم جدا وصارم جدا وكان دايماً إدارته للفريق كان بقوة يعني كابتن سابط البطر نفس الكلام كل واحد ليه طريقته كابتن خالب بيبو أنا عجبني هدوءه جدا عجبني الرجل ده هادي متزن عارف يتعامل مع الأمور كلها في الفرقة سواء مع اللاعبين أو الأمور الإدارية اللي احنا لحد الوقت شايفينه ماشي كويس جدا بشكل كويس جدا بلاش مقارنات أسماء ببعض جوة النادي الأهلي كل واحد ليه طريقته كل واحد ليه شخصيته كل واحد بيقدي دوره في المرحلة اللي هو جاي لها وكل واحد بياخد حقه من الاحترام والتقدير داخل النادي الأهلي يعني مش هنعمل مقارنات مش هنقدر نعمل مقارنات لأنه كلهم عظام جدا من أول حد كان في المنصب ده لحد دلوقتي كل الناس أسماء عظيمة جدا وشرف لكل الناس إنها تبقى موجودة في المكان ده فبالك لما واحد من ولاد النادي لازم يلاقي الدعم الكامل من كل الناس وهو بالتالي راجل يستحق وجوده في المكان ده لأنه أثبت نجحته قبل كده تعال روح بقى للدكتور أحمد جبالة دكتور أحمد جبالة طبيب الفريق الأول لكرة القضب بالنادي الأهلي قال إن بيرستاو تعرض لكادمة شديدة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في لقاء المصري وقال كمان إن اللعب أدى جلسة علاق طبيعية على هامش الموران الجماعي للفريق الذي أجره أمس وسوف يغضع للفحص الطب اليوم عشان يحسم موعد انضمامه للتدريبات الجماعية طبعا هو عامل لقاء ما عصالشي وكان كل اللقاء فيه قوة وفيه التحامات ويمكن مدفعين لنادي المصري كان فيه بينهم خشونة شوية ولكن الحمد لله برستاو عقليته خطالية عقليية لعيب محترف هو بيحب النادي الأهلي قوي وحتى في الحوارات اللي عاملها مع منتخب جنوب أفريقيا والصحافة الجنوب أفريقية هو بيتكلم عن نادي الأهلي كويس قوي وبيقول بنكسب خمس بطلات وعايزين نكسب تاني عايزين نكسب زي يوم تاني في الموسم الجديد دي عقلية لعب محترف وعقلية واحد عرف معنى الاحترافية في النادي الأهلي تحديدا عرف إزاي جمهور النادي الأهلي ما بيشبعش بطلات ومستوى اختلف تماما تحت قيادة مستر مارسد كودر حقيقة يعني راجل مأدي مباراة نموذجية التحام لحد وإحنا كسبانين أربعة بيلتحم الراجل وعايز يجيب الخامس يعني راجل الحقيقة جامد جدا يعني نخش بعد كده بقى على رسالة عايزة وصلها الجمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي الوفية واللي بالتأكيد هتكون بتسعى كالعادة لمسندة فريقها في لقاء يوم الأحد المقبل أمام سان جورز الأتيوبي في دهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا عليكم بسرعة استخراج الفان اي دي للموسم الجديد طبعا الفان اي دي كل موسم بيتجدد فأنت لازم تطلع الفان اي دي للموسم الجديد عشان تتمكن من دخول المباريات وإن أنت تشجع في رقيتك بقى في الخطوة الأولى لمشوار الدفاع عن اللقب الأفريقيا طبعا فرصة كبيرة جدا لمشجع الأهلي اللي وحشهم المدرجات بكل تأكيد لأن النادي تلقى موافقة من الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لمباراة سان جورج وده عدد كويس جدا بالنسبة للمباراة في أدوار تمهدية ده طبعا يدي تفاول كبير جدا اللي بعد كده كمان جمهور الأهلي يستخرج الفان اي دي ويكون متواجد لدعم الفريق في المباراة وطبعا انتوا عرفتوا الأسعار اللي تعارضت النهاردة المقصورة الأمامية 350 جنيه الدرجة الأولى 150 جنيه والدرجة الثالثة 75 جنيه وطبعا الأهلي هيكون عنده حماس كبير جدا عشان يحافظ على لقب دوري أبطال أفريقيا اللي حققوا السنة اللي فاتت على حساب الوداد المغربية وأكيد جمهور النادي الأهلي سعداء بتقلق اللي احنا شايفينه من اصطفقات الجريدة ده كل مباراة المباراتين اللي عدوا ومبارات المصر تحديدا غدا سليم وإمام عشور ومودست قدموا مبارات كبيرة جدا 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 أنا زي ما قلتلكم كل واحد فيهم بالنسبة للمشاركة الأولى لي هو طبعا انت لما تتكلم عن واحد عامل فترة إعداد سواء إمام أو رضا عاملين فترة إعداد فجهزين مورست اللي ملحقش يتمرن أربع تمرنات أيضا كان ليه دور وكان ليه لمسات في الماتش واضحة جدا رغم أنه لسه زي ما قلتلكم معرفش أسماء اللعبة تعالوا نشوف تقرير عن تقلق اللعبة دول أمام المصري والفوز الكبير على المصري ونرجع نكمل حلقتنا